السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله بدنا نشرح خطة المكثف لجيل 2005 طبعا المكثفات سيكون مجانا على اليوتيوب سنشرح كامل مجانا كل دروس سنشرحها بشكل مجانا على قناة اليوتيوب في بعض الطلاب ممكن تسأل أستاذ هل مكثف شامل هل مثلا لو اني مجدارس من أول السنة هل مكثف بفيدني هل مثلا لو اني كنت دارس بمركز أو دارس خصوصي وحبيت تتبع معك على المكثف هل فيش راح يختلف هذه الأسرة كلها راح نجاوبها أول بأول أول شي بدي أفرجوكم خططي للمكثف كيف راح ننشي بالمكثف وشو أيام المكثف عشان ترتب أمورك وترتب جدولك لمدة الرياضيات بإذن الله بحيث انه ما تتغلب وانت تدويس الرياضيات طبعا بالنسبة للطالب بجوز ما يكون فاتح المادة بالمرة هذا المكثف بس يكون شوي شاطر يعني مش انه بالمرة بالمرة بالرياضيات لو كان حتى على الأقل شاطر شوي ومش على المكثف بإذن الله بإذن الله بنجح ومش بس نجاح وكمان بيجيب علامة عالية يعني بجوز ما يرجع على الكتاب بالمرة يعني فقط لو انه شاطر واستعب ومنح وتبع فقط على المكثف وعلى الخطة اللي انا رح سويها هسا بالنسبة له المادة خلاص فرطط يعني الطلاب اللي درسوها مثلا عشر أشهر او درسوها على مدار سنة هو درس بس على مدارس الشهر طبعا المكثف هذا فهو نفسه نفس الطالب لدرس عشر أشهر وانا ما بحكي فعليا يعني مزح او بحكي هيك عشان الطالب يتحمس لا فعليا لان انا المكثف هذا اخوان شارح كل المادة من اوله جديد بس مثلا بدل ما اشرح 100 سؤال على الدرس يعني اشرح مثلا سؤال واشرح تكرار على السؤال نفسه بحيث ان الطالب يحل اسئل اكثر لا بدل ما اشرح 100 بشرح 50 بس فهي فكرة انه انا هيك هيك كل افكار المادة مهارات تفكيره عليا لتركات كيف علمك على اسئلة الضعدارة هذا كله ان شاء الله رح يكون شامل بالمكثف فالمكثف شامل جدا 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 لكل افكار المادة بس بذرع عليك انه لما اطلع من المكثف احل اسئلة واحل امتحانات والامتحانات هاي طبعا ان شاء الله بعد كل حصة انا بشرحها او بعد كل حصة مكثف انا بنزلها على اليوتيوب رح يكون مباشرة على المنتدى اللي هو منتدى قناة اليوتيوب نفسه رح نزل رابط الامتحان للدرس اللي انا شرحته بحيث انه تثبت معلوماتك فكل اشي تمام اتخافش انت تبع على المكثف وخبر صحابك وخبر صحباتك بحيث انه فعليا والله المكثف انا طبعا انا بطلع الشحك لطالب اشي اللي وانا واثق منه واسألوا لجال السابقة جيلة 2004 وجيلة 2003 وجيلة 2002 اللي تسويت له مكثفات المكثفات كانت تيجي طبق الاصل بالامتحان اسئلة طبق الاصل بالامتحان فالمكثف هذا رح يكون مكثف شامل لكل صغيرة وكبيرة بس تتوكل على الله شد الهمة وربط الاحزمة بحيث انه خلص انه هاي يعني لازم هس نبلش انت اذا ما بلاشت قبل هيك فانت خلص لازم تبلش بتلاحق بس حط خطة وامش على الخطة اللي انا مسويها ان شاء الله بتكون امورك تمام طبعا المكثف في بي دي اف رح يكون متوفر للمكثف اخوان البي دي اف هذا مش رح يكون البي دي اف كامل تبع الفاصله مع بعض انا لانه هسا في ضغط شوي لاني انا بشرح علمي وبشرح ادبي تمام ففي ضغط شوي وانا جاب بكتب المكثفات وزي هيك فمش ملحق اكتب اه يعني اكتب المكثف كامل فانا رح اكتب لك اياه عشكل وحدات يعني كل وحدة قبل ما بلش بالشرح ببعث لك البي دي اف تبحق بحيث انه تكون امورك تمام فانا عندي طبعا عشان تطلب المكثف بتجري تتواصل معي على الواتساب بحيث ابعث لك المكثف تمام؟ كل وحدة رح يكون انها مكثف خاص فيها شامل لكل صغيرة وكل كبيرة وراح تشوف اول حصة بالمكثف كيف انا شامل الدرس بطريقة رهيبة فتطلع من الدرس احضر الحصة من هون حل امتحانك انت هيك سكرت الدرس ولاحقا قبل الامتحانات الوزرية بليل الامتحان رح اصورك امتحانات مقترحة بحيث تثبت اكثر واكثر معلوماتك باذن الله طيب خلينا بس نشرح المكثف بشكل سريع المكثف بداته يا اخوان رح يكون يوم الاحد اربعتاش خمسة المكثف رح يبلش اربعتاش خمسة اللي هو الاحد القادم باذن الله طيب رح ينتهي المكثف بسبعة وعشرين ايش سبعة وعشرين ستة يعني اذا رح يبلش باربعتاش خمسة رح ينتهي بسبعة وعشرين ستة طيب مواعيد تنزيل الحصص ركز معي بمواعيد تنزيل الحصص لانهاي مواعيد ثابتة ومش رح تتغيري باذن الله من تاريخ اربعتاش خمسة اللي هو يوم الاحد لتاريخ خمستاش ستة اتوقع رح يكون يوم الثلاثة يمكن تمام هذا على مدار شهر كامل كل احد ثلاثة خميس الساعة خمسة مساء وظبت جدولك الساعة خمسة مساء رح تنزل الحصة تمام عن المكثف الساعة خمسة مساء كل احد ثلاثة خميس من 14 خمسة لخمستاش لخمستاش ستة هسا من تاريخ سبعتاش ستة من تاريخ سبعتاش ستة اللي هو توقع يوم رح يكون يوم خميس على الاغلب لتاريخ سبع وعشرين ستة هذل هو يوم الوقفة عند العيد الاضحاية هذل يكون اخر يوم بالمكثف اللي هو من سبعتاش ستة لسبع وعشرين ستة هنا انا مش راح نزل احصرات خميس راح نزل كل يوم حصة تمام من سبعتاش ستة لسبعة وعشرين من سبعتاش ستة كل يوم راح ايش كل يوم الساعة خمسة راح نزل درس او راح نزل ايش راح نزل حصة طيب هسه ملاحظات مهمة جدا جدا على المكثف ولازم تخذها بعين الاعتبار انه كل حصة راح نزلها راح تكون مدة الحصة ساعة ممكن ساعة وخمس دقاق ساعة وعشر دقاق بس على الاغذب راح تكون ساعة يعني فمدة الحصة راح تكون ايش ساعة كل حصة راح تكون عبارة عن شرح درس كامل من الجلدة للجلدة راح اشرح لك درس كامل من الجلدة للجلدة تمام اذا كل حصة يا اخوان راح تكون مدتها ساعة والحصة هاي راح تكون عبارة عن شرح درس كامل طيب بعد كل درس سيتم تنزيل امتحان عن الدرس لتثبيت المعلومات على منتدى قناة اليوتيوب يعني انت المنتدى نفسه سينزل رابط امتحان فلازم تشترك القناة اليوتيوب عشان ايش وتفعل الجرس بحيث انه اول ما انزل ايش على المنتدى يوصلك اشعار مباشر اذا على منتدى قناة ايش قناة اليوتيوب طبعا انا فقط مش محتاج منك الاشي الكبير بالمادة ادرس موادك براحتك يعني عندك مواد ثانية انت التزم فيها وادرسها بكل اريحية انا بدي منك فقط كل يوم ويوم ساعتين ونص ساعتين ونص يا اخوان اللي هو احتاج منك كل يوم موعد الحصة كل يوم موعد الحصة لما نزل انا حصة يعني ساعتين ونصف رياضية اول شي حضوري الحصة تحضر الحصة الحصة ستكون ساعة كافي جدا ساعة بعد هيك مراجعة سريعة بالحصة عشان تثبت المعلمات الرئيسية عندك تحط النقاط على الحروف هاي ساعة اول شي حضوري الحصة مراجع سريعة جدا زاد حل الامتحان اللي انا راح نزله يعنى راح نزلك امتحان تمام بتحضر الحصة والسام ومراجع سريعة وتحلي الامتحان مراجعه وحل الامتحان ساعة ونصف ساعتين ونصف كل يوم يعني من الساعة خمسة لساعة سبعة ونصف مساء فقط هذا اللي أنا بدي إياه منك بحيث تتمكن من الدرس بشكل كامل طيب طبعا بعدك سيكون هناك بث مباشر على منصة أساس لحل نماذج امتحانات إلكترونية نماذج امتحانات مقترحة قصدي اللي هو إيش؟ ليالي ما قبل الامتحان رح أسوي لك النموذج مقترح للفصل الأول وراح سوي لك نموذج مقترح للفصل الثاني بحيث أنت تكون معلوماتك وامورك تمام في طلال رح تسأنت بأستاذ أنا مثلا ما أخذ مركز أو ما أخذ خصوصي وأنا حبيت أحضر معك المكثف لأنه خاص قدرة المادية مش قادر أنه أجي أشتري مكثف فأنا حاب أتابع معك أو مثلا طالب مش دارس بالمرو طيب وأنا مثلا بالمركز أو بالخصوصي كان الأستاذ يشرح لنا غير حسا رياضيات ما بيختلف كل الطرق تقدي لرغم يعني شرحي أو شرح غيري كل الشرح متشابه بس يا إيش فكرة كيف هي فكرة تنظيمية بين كل أستاذ فأنا لما أحللك سؤال هون أو أبلش بحل سؤال هون تمام هسا حل السؤال هذي يا إخوان أنا بحله بطريقتي والطريقة اللي أنا معتمدها لطلاب البطاقة أنت بتحل بطريقتك إذا التلقوا نفس الجوابين فأنت خلص طريقتك مية بالمية ما فيها مشاكل فأنت ممكن طالب يحكي راح أنا عاجق لا فيش عاجق قبل مرة أنا راح أحل بطريقة للطلابي وإذا أنت مثلا أول مرة بتحضر معي أوكي فأنت هون بتحل الطريقتك عادي وأنا متأكد إنه بنسبة تسعة وتسعين بمية الطرق ما بتختلف يعني فأنا بحلي الطريقة وأنت بتحلي الطريقتك بعدك بتشوف بتقارن الأجوبة بتطلع نفسها أهم إشي إنك تحل صح وتتبع بشكل مية بالمية هل المكثف شامل المكثف شامل لكل كبير وكل صغير بإذن الله هو أي نعم راح يكون ضغط المادة شوي وضغطك أنا بشهر تقريبا أو شهر ونص تقريبا بالمادة بس هالشهر ونص هدوار راح يكون إنجاز عظيم بإذن الله راح نبلش من الصفر نشرح كل الأفكار مش راح تترك ولا فكرة كل مهارات التفكير وعلي راح نحلها كل أسئلة الأسئلة اللي فيها تركات قوية بالكتاب راح نحلها راح علمك عسلة الضع دائرة فالمكثف شامل إذا أنت ما درست المادة تمونا بحكي هنا عن طلاب الأدبي لأنه طالب العلمي مثلا لو إنه بحضر مكثف فالمكثف مش راح يغني إنه عن دراس المادة أكيد 100% لكن طالب الأدبي إذا اكتفى فقط بالمكثف تبعي أنا مش تبعي غير أنا بعرفش كيف هما كل واحد كيف مرتب أو كيف حاط بمكثفه لكن الطالب اللي بمشي على مكثفي أنا تمام فهذا المكثف شامل لجميع أفكار كل درس من كل كبيرة وكل صغيرة حاط على أقل سؤال بحيث يثبت لك المعلومات فالتزم سوي خطة سوي خلاص إحنا هس بدنا نسوي معسكر يخوان المعسكر هاذ راح يبلش ب 14-5 وينتهي ب 27-6 ورح ترك لك طبعا مجال يعني هو بعد العيد بداية العيد لبداية الأول امتحان وزاري هاذ راح يكون معك أنت مجال تدرس أول مادة اللي هي توقع التربية الإسلامية تمام ففي مجال في مجال تدرس أو لأول امتحان راح ترك لك مجالي فإحنا عنا التزم بالخطة عشان تكون أعظم سنة مرت عليك وأعظم شهر وكون في فكرة إنقاذ هائلة يعني راح ننقذك إن شاء الله وراح إن شاء الله إن شاء الله الطالب عنده ضعف بيش معين راح يقدر يتجاوز هذا الضعف فتابع خبر صحابك خبر صاحباتك وتابعوا معي والساد محمد صلاح والله والله اللي بتابع معي يخفوها انتوا فوتوا عندي على صفحة الفيسبوك واسألوا طلاب اللي بعرف طالب درس عندي بجيلة 2004 ولا جارس سابقة اسألوهم شو المكثف عندي شامل أنا ما بحكي عن حالي إنه أنا مكثف شامل وواثق من أنا واثق من حالي الثقة هاي انبنت من الامتحانات السابقة اللي كنت أسوي لها أنا مكثفات والطلاب تروح على الامتحان يطلع تقريبا طبق الأصل فالمكثف إن شاء الله راح أكون شامل لكل كبيرة وكل صغيرة المكثف موجود بيدي أف تمام خطة المكثف احفظها ورتب أمورك عليها بحيث نمشي 100% ما يكون عندنا أي مشاكل تمام يعطيكم العافلة هون وإن شاء الله تكون أعظم سنة نور عليكم وعلينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته